بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن وآله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم أمير النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بالاستزادة مما من العلم وقل ربي زدني علما وفي هذه الحلقة برنامج مدارك نحاول أن نزداد علما فيما يتعلق بالتصور الحقيقي للإنسان في هذا الكون ولم خلق؟ وكيف يعيش؟ وإلى أين سيذهب؟ في زيارتنا لكثير من الملدان ومرورنا بمجموعة من المتاحف أو الآثار للإنسان السابق وجدنا مجموعة من التعليقات فتجد مثلا إذا مررت بأثار لأقوام قبل ألاف السنين يقولون كان هنا مجموعة من البشر وقد فعلوا هذه الأفعال وكان الإنسان البدائي بهذه الصورة وكان الإنسان البدائي لا يعرف أن يتكلم وكان يتكلم بالإشارة ويكتب بهذه الكلمات التي نسمعها إذا بدأنا لزيارة مجموعة من البلدان على مستوى العالم تعالوا بنا إلى تصور الإسلام في الرد على بعض النظريات في أن أصل الإنسان كان جاهلا وكان لا يعرف أن يتكلم وكان يحتقر المرأة ويسحبها من شعرها وكان يضربها يعني هذه النظرات التي يصورها لنا بعض الناس أو التي تمت إثارتها في الإعلام من خلال الرسوم المتحركة أو من خلال بعض الأفلام الوثائقية وغير ذلك هل هذه المعلومات صحيحة؟ هل الإنسان الأول بداي لا يعرف يقرأ ولا يكتب ولا يعرف تصور للحياة؟ هل هذه المعلومات صحيحة؟ في الحقيقة أن الإسلام والقرآن أجابنا عن هذه التصورات بحقائق صحيحة وأدلة دامغة هو أعطى أعظم فهم لهذا الإنسان ليرد على كل هذه الترهات فأبونا آدم وكرمه الله بالعلم وشرفه بالعقل وجعله خليفة في الأرض هذه الحقائق الأربع ينبغي أن ننطلق منها لنرد على من قال أن الإنسان أصله إنسان بدائي ويعود إلى أنه قرد في الأساس وهذا امتهان لأصلك أيها الإنسان تخيلوا رجلين رجل يرى أن أصله يعود إلى آدم المكرم الذي أسجد الله له ملائكته وعلمه الأسماء كلها هذا رجل يقابله رجل يقول أن أصله إنسان بدائي جاهل أصله يعود إلى القرد وإلى الحيوانية بالله عليكم أي الرجلين له اعتزاز بأصله ونسبه وخلقته لا شك أن الذي عنده تصور إسلامي أكثر فخرا واعتزازا من ذلك الذي عنده تصور دارويني يعتبر ممتهن للإنسان الأول فاصل يسير ونواصل بتيسير القدير التي شوهت أصل الإنسان الإسلام يقول أن أصل الإنسان آدم عليه السلام وأنه مكرم وقد ذكر الله جل وعلا في خلقته لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم هم يقولون حسب نظرية داروين أن الإنسان أصله قرد ثم يعطونك الصورة التي بدأت بالخلية الأولى ثم الخلية الثانية ثم الكائنات الحية إلى أن وصلوا إلى القرد ثم إلى الإنسان وكأنه تطور وهذا أمر ينفيه الإسلام جملة وتفصيل الله خلق كل هذه الكائنات وخلق كل ما في هذه الأرض وبدأ خلق الإنسان من طين وخلقه في أحسن تقويم لذلك لو استعرض كل الكائنات الحية تجد الإنسان هو أفضل هذه الكائنات في خلقته وفي تقويمه وفي عقله الذي أودعه الله فيه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم كما ذكر العلماء يقول الشيخ السعلي رحمه الله عن هذه الآية أي تام الخلق متناسب الأعضاء منتصب القامة لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرا أو باطنا أي شيء ومع هذه النعم العظيمة التي ينبغي أن تشكر فأكثر الخلق انظروا ماذا يقول الشيخ السعلي صاحب التفسير رحمه الله قال فأكثر الناس منحرفون عن شكر المنعم مشتغلون باللهو واللعب قد رضوا لأنفسهم بأسافر الأمور وسفساف الأخلاق أقول هذه المعلومات لنرد على النظريات الغربية التي تحتقل من الإنسان هذا الذي خلقه الله في أحسن تقويم هذا الذي جاء من ذرية آدم عليه السلام كما قال سبحانه يوم تكلم عن الإنسان وتكلم عن الأنبياء ممن أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم أي كل البشر من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وكيف جاء الطوفان ثم بقى بقيت ذرية نوح والبشر كلهم يعودون لأبو البشر الثاني وهو نوح عليه السلام وهذا التصور للإنسان يعطينا اعتزاز بنعمة الله علينا وافتقار إلى الله الذي خلقنا وأنه ينبغي أن تشكر هذه النعمة أن الله صورنا فأحسن صورنا وأعطانا ولم يحرمنا فالحمد لله الذي أعطانا ولم يحرمنا وأحسن خلقنا ومن السنن أنك إذا وقفت أمام المرآة فرأيت خلقتك أن تقول الحمد لله الذي صورني فأحسن تصويري بل كما جاء في الحديث اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي لذلك نعمة الله عليك أنه حسن خلقك وجعلك في أحسن خلقه فتدعوه أن يحسن خلقك فما فائدة حسن الخلق مع سوء الأخلاق مهم جدا أن تشكر نعمة الله عليك بأن أحسن خلقك بأن تحسن خلقك فكلما رأيت إلى المرآة لا تنسى هذا الدعاء اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وكذلك نرى من الأمور المهمة التي نستذكرها في خلق هذا الإنسان أنه أودع فيه العقل هذه النعمة العظيمة العقل التي هي مناط التكليف التي ارتقى بها الإنسان عن مستوى الحيوان بهذا القدر نكتفي ونستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة